الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ففي بضل الله سبحانه وتعالى أنهينا بالأمس شرح المقدمة الآج الرومية واليوم نحن مع كتاب الصرف وهو متن البناء الصرف هو مادة يعرف بها بناء الكلمة الصرف عبارة عن المادة التي يعرف بها بناء الكلمة لماذا بنيت هذه الكلمة بهذه الطريقة لماذا هناك فعل يتصرف أو اسم يمكن أن يتصرف هذا موضوع علم الصرف واضعه رجل قال له الهراء مسلم الهراء حكمه أو حكم الشارع فيه فرض كفاية ما فائدة دراسة علم الصرف النحو والصرف كلاهما شقيق للآخر يعني الأصل أن النحو والصرف مادة واحدة لكن من طبيعة الأشياء أنهما يمتزجان في مرحلة ثم يفترقان على طول الطريق الآن النحو لأن العرب كانت بحاجة إلى معرفة ضبط اللسان فأولف كما قدمنا في الدرس الماضي أن أب أب الأسود الدؤلي لما سمع اللحن انتشر في أهل العجمة ثم انتقل إلى العرب أو إلى من كانت العرب سليقة لهم والسليقة بمعنى أنه لا يتعمد الإعراب إنما يأتي معه بطبيعة الحال فلما سمع الخطأ اتجه إلى ضبط اللغة ثم عرف باسم نحو وانتشر هذا الفن انتشارا عظيما حتى أصبح تلامذة بالأسود الدؤلي هم الذين قادوا مدرسة البصرة ثم انتقلت إلى المدرسة الكوفية أما الصرف فهو كان يمشي على استحياء يعني لم يكن هناك مادة تدرس اسمها الصرف مثل النحو لماذا؟ لأن الناس لم تتجه إليه اتجاه كله لأنها مادة فيها غموض فيها جهد ذهني عالي فيها قلة البضاعة يعني الأسامي التي كانوا يختارونها أسماء تخرع ما وزن سفرج المثل ما وزن كلمة غريبة عجيبة حتى يضبطون الأوزان أول لحن سمع في الصرف هي كلمة عصى العصى التي قال الله سبحانه وتعالى وما تلك بيمينك موسى قال ماذا؟ قال هي عصاية فأول لحن في الصرف سمع في البصرة قول الرجل هذه عصاتي هذه عصاتي هذا أول خطأ أتى بالتاء في غير موطنها فهنا بدأت تجاه النحاة إلى علم الصر مثاله هناك رجل اسمه ابن السكيت سمي السكيت لأن أباه كان كثير السكوت فأبوه سمي السكيت فابنه ابن السكيت له كتاب مشهور اسمه إصلاح المنطق طبعا بتحقيق أحمد شاكر وعبد السلام هارون كتاب جميل جدا في اللغة جميل جدا لكن لم يعطى حظا في علم الصرف في السابق كان هناك فكرة المؤدب فكرة المؤدب يعني أن الإنسان يأتي إلى عالم من علماء العربية حافظ للشعر حافظ للأخبار حافظ لأحوال الناس ويبدأ لاحظ ممعلم حتى التسمية لها لطافة إنما هو مؤدب يعلمه الشعر ويحفظه وكيف يجلس كيف يتكلم لذلك سميه مؤدب فأراد بعض أعداء ابن السكيت أن يحرجوه وكان في تلك الجلسة يوجد رجل من أشهر علماء علم الصرف له كتاب في ذلك وهو المازني رحمه الله فقال سيد الجلسة قال اختبره لنا قال ما وزنه نكتل ما وزنه نكتل فقال نفتعل فقال نفعل قال أخطأت قال نفتعل قال أيكون أربع حروف وزنها خمسة حروف فأحرج إحراجا عظيما فسألوا المازني ما وزنه نكتل قال وزنها نفتل حذفت العين لالتقاء الساكني فقال أعادوا الكرة على ابن السكيت قال تأخذ ثلاثة آلاف في الشهر لا تحسن وزن نكتل فلذلك لما رجع العلماء وهذه أيضا من عبقرية العلماء جاءوا إلى الميزان الصرفي ما هو الميزان الصرفي؟ وجدوا أن اللغة العربية مبنية على ثلاثة حروف فاختاروا لها أيضا ثلاثة حروف دارجة حرف يتعلق بالشفة وهو الفاء وحرف يتعلق بالحلق وهو العين وحرف يتعلق باللسان وهو اللام فجمعوا ثلاث مخارج ثلاث مخارج بينها أيضا مخارج كثيرة لذلك جمعت على صار الميزان الصرفي هو فا عالة صار الميزان الصرفي هو فا عالة عندنا في اللغة العربية ثلاثة حروف أربعة حروف خمسة حروف فمثلا ضا راب وزنها فا عالة جعفر هذا أصلية نزيد لاما فعلل استقتل استفعل فصار هذا هو الميزان هذا الميزان هو الذي يعيد الأشياء إلى أصولها يعني بعد ضبط الأصول تستطيع أن تعرف بناء الكلمة ساعة ما أصلها لو رحت إلى القاموس لسان العرب لتبحث عن كلمة ساعة تبحثها في أي مادة سين والواو والعين سا و ع لأن الألف أصلها و سا و إذن التقوى أصلها ماذا أصلها وقى فهكذا إنزيل الآن عندنا سماء جمعها إذن من أين جاءت الواو سماوات أصلها سماون أو سماهن سنوات أيضا سماوات نفس فكرة سنوات أو سنهات فهذه هي التي ترجع مثلا الآن في باب الإملاء الآن أنا عندي العصى تكتب بألف مقصورة أم بألف مرتافعة عصى لأنها اسم أثنيها عصى وان إذن أصلها الواو إنزيل دعا كيف أعرف هل هي من بنات الواو أو من بنات الياء أدخل عليها تاء الخطاب أو تاء المتكلم دعا تو دعا تو إذن جاءت الواو أم لم تأتي إنزيل رمى رمي إذن أصلها الياء رمي تو هذا هو باختصار علم الصرف تعرف به بناء الكلمة علم الصرف أو علم التصريف ما هو هو معرفة بناء الكلمة ومعرفة الزائد ومعرفة المزيد يعني عندي ثلاثي مزيد عندي رباعي عندي رباعي مزيد عندي خماسي وهكذا أعرف تركيبة الكلمة وما يشمل من تصغير ومن نسبة وأن الأفعال تنقسم إلى مشتقة وأن الأسماء مشتقة مثلا كلمة الآن ليس وعسى يسمونها فعل جامد فعل جامد هناك أسماء لا تشتق لا يشتق منها مثل كلمة أفعل هناك في باب التعجب لما تقول ما ما أجمل الرجل أصلها جملة أشتق منها فعل ثلاثي أشتق منه على وزن أفعل إن زين كلمة أحمر لا أستطيع أن أشتق منه فأقول ما أشد حمرت كلمة حمار فلان أحمر من فلان لأنه سيشتبه معه باللون أنت تريد البلادة فهذه هي القواعد التي يدور عليها علم الصرف الميزان الصرفي لها هي مادة فعلة نعم حكمها كما قلنا قبل قليل هو طبعا هناك أبواب في علم الصرف اللي هو القلب والاعتلال والتضعيف وما شابه ذلك يقول الشيخ هنا بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن أبواب التصريف خمسة وثلاثون بابا ست منها للثلاثي المجرد ستة منها للثلاثي المجرد الباب الأول يقول فعلة يفعلوه العلماء وجدوا أن باب الثلاثي المجرد قد هناك عندنا يشتركان ثلاثة في الأول فعلة 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 يختلفون أين في المضارع يعني ضاربه يض ري واضح نصره ين صو فتحه يف تا واضح إذن هذا معنى قولنا هذا معنى قولنا أبواب الثلاثي المجرد ستة أبواب لاحظ فعلة يفعلو وزنه أو موزونه نصره ينصر وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما مثال المتعدي نحو نصر زيد عمرا ومثال اللازم نحو خرج زيد لاحظ كلمة نصره مرات تجدها في باب مختار الصحاح ومرات تجدها في كتب الشروح ماذا يقول؟ يقول هو من باب نصره يقول من باب نصره نصره ما معنى يختصر لك القضية ماذا يقصد من باب نصره؟ أن عين المضارع مضمومة هذا الحكم الأول وأنه في الغالب يكون متعدياً متعدياً يعني عندي فاعل وعندي مفعول به ويأتي لازما لازما يعني يكتفي بالمرفوع إذن لما الباب الأول من الصرف هو باب نصره ينصره الحكم المتعلق به يكون مضارعه ماضيه مفتوح العين الآن عرفنا نصره يفعل نصره فعله في المضارع يفعلو حكمه متعدي غالب وقد يأتي لازم نعم والمتعدي هو ما تجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقعه في نفسه الأفعال عندنا نوعان فعل لازم وفعل متعدي فعل لازم يعني يكتفي بالمرفوع والمتعدي يحتاج إلى منصوب وقد يكون المنصوب واحد أو اثنين أو ثلاثة ثلاثة مثلاً ضرب زيد عمراً كم عندي كم مفعول ضننت زيداً شجاعاً مفعولين أعلمت زيداً عمراً شجاعاً ثلاث مفاعي إذن عندي لازم كم يحتاج إلى ماذا؟ لازم إلى فاعل إلى فاعل فقر وعند المتعدي إلى مفعول المتعدي إلى مفعولين المتعدي إلى ثلاثة مفاعل لاحظ الباب الثاني قال فاعل يفعل موزونه ضرب يضرب لذلك تجدها في القواميس وهو من باب ضرب وهو من باب ضرب يعني مضارعه ماذا؟ مكسور العين وعلمته أن يكون عين فعله مفتوحاً في الماضي ومكسوراً في المضارع وبناؤه أيضاً للتعدية غالباً وقد يكون لازماً مثال المتعدي نحو ضرب زيد عمراً ومثال اللازم جلس زيد الباب الثالث فعل يفعل وموزونه فتح يفتح لاحظ كم فعل معي الآن؟ ثلاثة ماضيه ماذا؟ مفتوح العين فعل فعل يختلفان أين؟ في المضارع فعل يفعل فعل يفعل فعل يفعل موزونها نصر ينصر فتح يفتح ضرب يضرب نعم وعلامة يكون عينه مفتوحاً في الماضي نعم عينه مفتوحاً في الماضي والمضارع بشرط أن يكون عينه فعله أولامه واحداً من حروف الحلق إذن الباب الثالث الباب الثالث زدنا شرطاً آخر ما هو الشرط؟ أن يكون عينه ماذا؟ أحد حروف الحلق لاحظ كلمة فتح زيد الباب فتح زيد الباب ومثال لازم نحو ذهب زيد الباب ألف وذهب الها إذن عند الباب الثالث وهو باب فتح يفتح يكون عينه ماذا؟ أحد حروف الحلق وهي المجموعة أخيها كعلماً حازه غير خاسري التي ذكرها الشيخ الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة هذه حروف الحلق مخرجها أين؟ الحلق الحلق واحد أم له أماكن متعددة؟ له ثلاثة أماكن أقصى الحلق وسطه أعلى كيف أعرفها؟ أدخل همزة على أحد هذه الحروف وسكن الحرف أ أ أين مخرجها؟ أ هذا أولاً أح أخ أع أغ أعرفت مخارجها هنا حرفان هنا حرفان هنا حرفان هذه سمى حروف الحلق الخليل بن أحمد لما ألف كتابه العين لماذا سمي كتاب العين؟ لأنه ألفه بطريقة عبقرية بدأ بمخارج الحروف فكان أشدها حرف العين فسمى الكتاب العين لم يؤلفه على الترتيب المعروف ألف يسمون أبجد هوس حطي كلمه العرب كانت تبدأ بهذه يسمونها أبجدية الحروف الأبجدية ويسمونها تعلم أباجات هذه تعريف لكلمة الحروف نعم قال الآن خلصنا ثلاث أبواب ما هي الأبواب؟ أن الماضي مفتوح العين مختلف أين؟ في المضارع مضموم مكسور مفتوح العين في المضارع إذن في الماضي عندي ثلاث كلمات واضح؟ وزنها واحد فعلا تختلف أين؟ في المضارع إما أن يكون العين مفتوح مثل فتح يفتاح أو مضموم نصر ينصر أو مكسور ضرب يضرب الآن ننتقل إلى الباب الرابع فعلا فعلا العين ماذا؟ مكسورة والمضارع يفعل موزونه علمة يعلمو حتى تعرف مرات أسرار التصريف أن كلب وقلب وزنهم واحد أم لا؟ إن زي نجمعهم كلب كلاب وقلب قلوا خطي أحد العلماء قالوا له ما جمعوا كلب قال كلاب قالوا وما جمعوا قلب قال قلب فخطأوه في ذلك هو عيبة عليه الوزن قد يخدعك في الماضي لكن إذا عرفت من أي باب تعرف أن ترجعه إليه نعم إذن فعلا يفعل موزونه علمة يعلم وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي ومفتوحا في المضارع وبناءه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما مثال المتعد نحو علمة زيد المسألتا ومثال لازم نحو حسن وجل زيد وجل زيد إذن فعل يفعل فعل يفعل وزنها علمة يعلم الحكم الغالب أنه متعدي لكن قد يأتي لازما فاع له هذا الباب الخامس فاع له يفعل موزونه حسن يحسن وعلامته يكون عين فعله مضموما في الماضي والمضارع وبناءه لا يكون إلا لازما لا يكون إلا لازما حسن زيد إذن ما كان على وزن فاع لا وزنه فاع لا يفعل فهو لا يأتي إلا لازما الباب السادس فاع لا يفعل موزونه حسب يحسب وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع وبناءه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما مثال المتعد نحو حسب زيد عمرا فاضلا ومثال لازم ورث زيد كلمة ورث يعني بعض العلماء عليها يعني أنها تأتي دائما لازمة ورث زيد عمرا ومنها قوله سبحانه ورث سليمان داود من القصص الغريبة العجيبة في إحدى المرات وأنا أقرأ في التاريخ حاول تجمع المواد التي تدور على خطابات الملوك بعضهم إلى بعض الملوك بينهم غارية يبيكتشف كل منهم علم الآخر فملك الروم لما علم أن الوليد بن عبد الملك أخذ كنيسة مشهورة عندهم فحولها إلى الجامع الأموي الآن دمشق فتح جزء منها عنوة وجزء منها صلح كيف الطريقة دخل خالد بن طريق فلما علم النصارى أن خالد اقتحم المدينة خرجوا إلى أبي عبيدة فصالحوه فوقع الأمر بين المسلمين فقالوا نجعل نصفها حر اللي هو الصلح ونصفها ملك للمسلمين اللي هي عنوة فمشى فمشى إلى أنتهى إلى أينما انتهى خالد جعلوها عنوة فوجدوا كنيسة يصل الأمر إلى نصفها فحولوا نصفها مسجد ونصفها كنيسة فلما جاء زمن الوليد بن عبد الملك أخذها كلها وجعلها المسجد الجامع الأموي المشهور فملك الروم سليمان داود وكلا آتينا حكما علما واضح فالقصص الملوك عجيبة معاوية إحدى الليالي السمع نواقيس النصارى أزعجته لا تتركه ينار فلما استيقظ قال لبعض جلاسه أيكم يذهب إلى الروم بشرط أن لا يعود وأعطيه ديتان قال حدم أنا قال بشرط أن لا تعود قال لا أعود قال حملني ماذا أريد قال إذا كنت في بلاطه يعني وصلت إلى مستوى الحاكم ورأيته على عرشه في بلاطه أن تؤذن الأذان المعروف للمسلمين قالوا بعد قالوا بس لا أريد أكثر قال حسن أخذ الدية والدية الأخرى سيكون بعد قدومي أو بعد وفاته فلما ذهب وحدث ما حدث أن أذن فالنصارى ماذا فعلوا هجموا عليه يريدون أن يفترسوه فسبقهم الملك وألقى نفسه عليه وناشدهم حتى كفوا عنه ثم حباه وأرسله إلى معاوية قالوا لما لم تدعنا نقتله قال إن معاوية لم يرسله إلا ليجد الحجة علينا أن مسلما أذن فقتلناه فيهدم كل كنائس الشام الشعبي 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 بعثه عبد الملك من وروان وفاده وسفاره إلى ملك الروم فرأى منه علما والتقوى وقوة وذكاء وشيئا هالة فبعث إلى عبد الملك قال عجبت لرجل مثل هذا لا تملكوه عليكم عجبت في مثل هذا لا تملكوه عليكم فقرى عبد الملك الرسالة على الشعبي الشعبي مثل حانا يحب المدح قال تعلم ما أراد الخبيث قال ما أراد لا عبد الملك قال تعلم ما أراد الخبيث قال لا قال حسدك علي فأراد أن يغريني بك حتى أقتلك عجبت لمثل هذا كيف لم تولوه عليكم فتثور عند عبد الملك الغارية على ملكه فيقتله فيكون قد تساوى إذ فقدوا مثل هذا الإنسان فهذه من عجائب كلمة ورثة التي جرتنا إلى هذا الحديث نعم الآن عندنا هذه ستة أبواب للثلاث المجرد إذن أنا عندي ستة أبواب للثلاث المجرد الآن الشيخ يقول وإثنى عشر بابا منها لما زاد على الثلاث وهو ثلاثة أنواع النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاث وهو ثلاثة أبواب أفعل يفعل إفعالا موزونه أكرم يكرم إكراما أصلها كارما هذا الثلاث لكن زدنا فجعلنا نسميه ثلاث مزيد لا نقول رباعي انتبه نحن لا نقول رباعي نقول ثلاث مزيد أصلها كارما أفعل أكرما مضارعه يكرم مصدره إكراما إفعالا واضح وعلامة يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وبناؤه للتعدية غالبا وقد يكون لازما مثال المتعد نحو أكرام زيد عمر ومثال لازم نحو أصبح الرجل عندنا كان أخواتها يعني لما ندرس المطولات نأخذ أن كان أخواتها فيها التصريف فيها التصريف كان يكون كن كائن مكون كون ماضي مضارع أمر كان كان يكون كن واسم فاعل كائن واسم مفعول مكون والمصدر كون هذه كلها تعمل كان الله قديرا يكون الرجل زاهدا كن رجلا كائن زيد شجاعا مكون خيرا المال مكون خيرا وقد يكون مصدرا كون رجلا كون رجلا هذه يسمون التصريف تأخذ حكم كان أخوات زيد مكون خيرا مكون هو خيرا واضح تعربهم خبر لكن بعدين تعرب بعدين أنه مصدر اسم مفعول يعمل عمل الفعل هذا الشيخ يقول الآن عندنا أصبح الرجل كان أخوات قد تكون ناقصة بمعنى أنها تحتاج إلى خبر وقد تكون تام لا تحتاج إلى خبر ومنه قوله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمسون الواو اسم تمسون واكتفينا وإن كان ذو عسرات ذو عسرة اسم كان ليست متعدية إنما هي لازمة إذن الباب الأول من الثلاث المزيد هو أفعل يفعل إفعالا الباب الثاني فعال يفعل تفعيل فرح يفرح تفريح تفريح كلم يكلم تكليما وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله وبناؤه للتكثير غالبا وهو قد يكون في الفعل نحو طوف زيد الكعبة وقد يكون في الفعل نحو موّة الإبل وقد يكون في المفعول نحو غلّق زيد الأبواب إذن كلمة فعاله الزيادة أين هي في التضعيف يسمى التشديد في باب الصرف ماذا تضعيف بمعنى أنك ضعفت زدت حرفا من جنس حرف آخر وهو العين فعاله يفع عيل تفعيله الأول ساكن دائما الحرف المشدد الأول ساكن والثاني متحرك نعم الفائدة من هذا الفعل قال الشيخون أصله في الغال بناء للتكثير طوفه طوفه بمعنى أكثر الطواف موّة الإبل أي أكثر الموت في الإبل غلق زيد الأبواب أي أكثر من إغلاقها الباب الثالث فاعل يفاعل مفاعلة وفعال وفعال موزونه قاتل يقاتل مقاتلة وقتال 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 علامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين أصلها فا ع لا ثم جدنا ماذا ألف فصار فاعل قاتل نعم فائدته وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبة هل يقع القتال إلا بين اثنين فأكثر هل رأيت رجل يقاتل نفسه هذه من أمثلة العرب يقولون كل مجرم في الخلاء يسر كل مجرم في الخلاء يسر أنت لما تركض بروحك تقول ما أسرع عني لأنك ماذا لوحدك متى تعرف سرعتك بالمشارك إذا شاركت أحد هنا تعرف قوتك واضح نعم إذن لما نقول فاعل يفاعل الهدف منها ماذا المشارك قاتل يقاتل مقاتلة وقتال وقتال قال مثال وقد يكون للواحد مثال المشارك بين الاثنين قاتل زيد عمر ومثال الواحد نحو قاتلهم الله لأن الفعل وقع من الله عليهم هذا معنى الواحد والنوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الثلاثي المجرد وهو خمسة أبواب نرجع قليلا أبواب الثلاثي المجرد ستة وأخذناها بالتفصيل إذن نضبط القاعدة الأولى أن الثلاثي المجرد كم باب ستة أبواب ثم نأخذ المجرد المزيد أنه اثنى عشر بابا الباب الأول منها وهو ما قال ما زيد فيه حرف واحد كم نوع ثلاثة أبواب الآن نحن مع النوع الثاني وهو ما زيد فيه حرفان على الثلاث المجرد وهو خمسة أبواب إذن عندي ثلاثي ثم عندي ثلاثي مزيد الباب الأول زدنا حرف واحد الباب الثاني حرفين لاحظ إن فعل ين فعل إن فعلا موزونه إن إن كسر ين كسر إن كسار وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة والنون في أوله وبناؤه للمطاوعة المطاوعة يقصد بها قال ومعنى المطاوعة حصول أثر الشيء عن تعلق الفعل المتعد بمفعوله نحو كسرت الزجاج فانكسر ذلك الزجاج فإن انكسار الزجاج أثر حصل عن تعلق الكسر الذي هو الفعل المتعد لما نقول مطاوع مطاوع بمعنى أنه خضع لك بسبب فعل فعلته لما نقول الآن هذا مثلا هذا الشيء لما أحاول كسره فينكسر نقول ماذا طاوعه أي أنا أخضعته لما أريد فذكر الشيخ ماذا كسرت الزجاج فانكسر ذلك الزجاج سبب الانكسار فعل المتعد فعل المتعد كسر الزجاج إذن انكسر بناءه للمطاوة ضربته فانضرب بمعنى وقع عليه الضرب ولم يدافع عن نفسه الباب الثاني افتعل يفتعل افتعالا موزونه اجتمع يجتمع اجتماعا وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله والتا بين الفاء والعين وبناؤه للمطاوعة أيضا نحو جمعت الإبل فاجتمع ذلك الإبل لاحظ انفعل كم حرف زدنا الالف والنون انفعل الباب الأول الباب الثاني افتعل الالف والتا الهدف من هذه الزيادة المطاوعة جمعت الإبل فاجتمعت نعم الباب الثالث افعل يفعل افعل لن طبعا حاول دائما بعض الكلمات فيها كهانة كلمات يعني لما تقرأ مثل هذه الكلمات عند العرب تشعر أنها رقية كهانة افعل يفعل افعل لن نقص بس ترش بخور عليهم يكون ماذا سحر والعياذ بالله لكن هذه الأوزان حتى نضبط الذي بعد حمر يحمر حمرار وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة الهمزة في أوله وحرف آخر من جنس لام فعله في آخره وبناؤه للمبالغة اللازم وقيل للألوان والعيوب مثل الألوان نحو حمر زيد ومثال العيوب عور زيد في العربية هنا مثلا الباب الثالث اللي هو فعل يفعل فعل هذه 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 دائما إما لحدوث لون أو حدوث عيب يعني هذا الوزن خاص في العيوب حمر زيد أي أصابته حمر عور زيد بمعنى أصابه العور وهذه يعني من باب من باب تراكيب اللغة يعني مثلا اللغة العربية هناك الحروف كم عددها 28 وقيلة 29 وعشرين الحروف الإنجليزية طبعا ما تعرفون 26 واضح تركيب الكلام سبحان الله تشعر أن هناك علاقة بين الحروف وما تريد أن تفعل مثلا نأتي لكلمة مشهورة عندنا وعند الإنجليز كلمة نامة يقابلها بالإنجليزي سليب جرب أن تتخيل المنظر نامة حروف ناعمة أم ثقيلة ناعمة وسليب حتى تشعر أنها كأنك هبط سليب وتشعر أن اللغة كأنها تحاكي ماذا حاجات النفس اعكسها خلولجة ما تشعر من الكلمة هذه هناك كأنها في الطراب لأن خلولجة بمعنى أن الناقض بدأت تضطرب أرحامها لدفع الولد حتى الآن نستخدمها بالعربي بالعامية إغولج كلمات التي تستخدمها ماذا الحروف فيها قعقعة فكذلك أوزان الكلمات هناك وزن للون هناك وزن للعيد هناك وزن لذلك لما قال الله سبحانه وتعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضييزة اللفظة فيها ماذا ثقل تناسب ماذا جريمتهم التي فعلوها أنتم تتبرؤون من الأنثى وتنسبون إلى الله الأنثى ألكم الذكر وله الأنثى تنسبون إلى الله الذي لا تريدونه وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم أيدسه في التراب نحن لاحظ حتى العبارة يدسه الدس كلمات فلما تجي إلى اللغة العربية حتى في باب الصرف وغيره تجد أن هذا الوز مناسب لهذا الفعل نعم الباب الرابع تفع على يتفعل تفع علا موزونه تكلم يتكلم تكل وعلامته أن يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله وحرف آخر من جنس عين فعله بين الفاء والعين وبناؤه للتكلف ومعنى التكلف تحصيل المطلوب شيئا بعد شيء نحو تعلمت المسألة أو تعلمت العلم مسألة بعد إذن إذن هناك جهد هذا معنى التكلف لذلك في باب أصول الفقه نسمي المسلم المكلف ما معنى المكلف حصول ما فيه مشقة التكلف شنو نسميها حصول ما فيه مشقة أو بذل ما فيه كلفة بمعنى مشقة إذن كلمة تفعل تعلمت المسألة أو تعلمت العلم مسألة بعد مسألة الباب الخامس قال تفاعل يتفاعل تفاعلا موزونه تباعد يتباعد تباعدا حتى الكلمات لاحظ تباعد تشعر أن هناك ماذا بعد بين الحدث وعلامة يكون ماضيه على خمسة أحرف بزيادة التاء في أوله والألف بين الفاء والعين وبناؤه للمشاركة بين اثنين فصاعدا مثال المشاركة بين اثنين تباعد زيد عن عمر ومثال المشاركة بين الاثنين فصاعد نحو تصالح القوم تصالح القوم هذا معنى الباب الثاني وهو زيادة حرفين إذن الباب المزيد إذن عندنا ثلاثي مجرد عندنا ثلاثي مزيد بحرف ثلاثي مزيد بحفين نعم الآن ندخلكم بعد هذا العناء الفكري إلى كما يقولون نختمها ببعض الأدبيات تعرفون في شاعر مشهور أيام المتنبي لكن المتنبي كما قيل طمس عليه تفنأ ناس يعني المتنبي رحمه الله كان في عصره شعراء فطاحل لكن هو قضى عليهم من ذلك رجل قال له الوأواء الدمشقي الوأواء الدمشقي له قصيدة مشورة طويلة لكن نحفظ منها بعض الأبيات يقول نالت على يدها ما لم تناله يدي نقشا على معصم أوهت به جلدي كأنه طرق نمل في أناملها أو روضة رصعتها السحب بالبرد سألتها الوصلة قالت لا تغربنا من رام منا وصالا مات بالكمد فكم قتيل لنا بالحب مات جوا من الغرام فلم يبدئ ولم يعدي فقلت أستغفر الرحمن من زلل إن المحب قليل الصبر والجلد قد خلفتني طريحا وهي قائلة تأملوا كيف فعل الضبي بالأسد قالت لطيف خيال زارني ومضى بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي فقال خلفته لو مات من ضمأ وقلت صدق عن ورود الماء لم يردي قالت صدقت الوفى بالحب شيمته يا برد ذاك الذي قالت على كبدي واسترجعت سألت عني فقيل لها ما فيهم الرمق دقت يدا بيدي هم يحسدون على موت فوأسف حتى على الموت لا أخلوا من الحسد وصلى الله على محمد ترجمة نانسي قنقر